اشتركوا في القناة بمنتصف الاول من شهر شباط تنحكي نحن وياكي ويكون عنا قراءة روحية عن هذا اللقاء وعن هذا السينودوس واهمية المرأة العلمانية وكل الامور المحيطة من صبحك بالخير صبح الخير مرسي لعليك وعلى كل المشاركين عم يسمعونا شكرا لعليك قراءة روحية معك للجمعية القرية لهذا اللقاء السينودوس اللي صار وهيكي في كتير من الرموز اليوم بنا نحكي عن الخيمة ورمزيتها وبقية الامور المحيطة لانه كان في حلقات حوار وكان في نقاش وكان في امور عديدة شاركتوها مع العديد من الاشخاص من كل البلدين الشرق الاوسط اللي شاركت نعم اول شي بحب حيكي ارجع من جديد وقالك انه عم ترجعي تعمليلي هيكي مثل فاعل تذكير وهذا الشي كتير مهم بالنسبة لأقلنا بحياتنا الروحية نرجع نتذكر عمل الله فينا ومن خلال الاشياء اللي عشناها مع بعضنا ففاعل ذكرة يمكن بيرجع كتير مرات بالكتب المقدس بيرجع اكتر من 169 مرة حتى ما ننسى شي من يلي عشناه ما ننسى شي من النعم يلي ربنا عطينا ياهن ما ننسى شي من حضوره ومن مسيرته معنا حتى لو كنا صار فترة يمكن عشنا السينود وصار تقريبا صارنا شهر ولكن نرجع نتذكر سوى كل هالمحطات الروحية الكبيرة يلي عشناها لحتى نكمل مش لحتى نوقف لانه نحنا كإنسان اوقات معرضين انه ننسى حدر الرب معنا بحياتنا ونعمه الكبيرة خاصة بفترة الصوم ونرجع منقول تذكر يا انسان فهالفعل اللي بحب بلش منه لانه فعل اللي ترجي نحنا بالكنيسة كمان عندما نعيش الافخارستية نذكر موتك يا رب ونعلن قيامتك فنرجع نذكر هالشي حتى ننطلق من اول وجديد بنعمل مده جدد لانه هايدي هي المسيرة الروحية بتبلش بفعل تذكر وما تنسى كل شي ربنا عمله معك ايها الانسان التذكير مهم مش بس على صعيد روحي على صعيد صحي ايضا نعرف اديش الجرعات التذكيرية يعني باللقاحات ممكن تعزز المناعة ونفس الشي بتخيل هون بالامر الروحي نعم اكيد لان دايما نحن تعرف الانسان بينسى كل شي بيقطع فيه نعم وخاصة الاشياء القوية بحياته يعني نرجع هيك نحط محطات كبيرة بحياتنا نوقف عليها وبس نحس انه نحن عم نقشط او عم الاشياء اللي حولينا عم بتخلينا ننسى عن جد عمل الله بحياتنا نرجع نوقف بهالمحطات الكبيرة لحتى نرجع نتشجع ونمشي ونكمل المسيرة لان المسيرة طويلة ولكن الرب معنا وهذا الشي اللي بيشجعنا فمشنا هيك مع حضرتك اليوم هيك منحب نرجع نتذكر هالمحطات الكتير يلي عشناها من خلال تجربتنا السينودوسية اللي كانت انا بقول بحطة من محطات ازا فيني اقول جبل طبور يلي عشناها وكلنا كان عنا هالاحساس انه كان في شي كبير كنا عم نعيشه ولكن قبل ما بلشنا بدي ارجع اوقف على صورتين رفاقتنا نحن عم نحضر انا كنت باللجنة الليتورجية اللي كانت عم بتحطي المحاور الروحية لهالسينودوس فقبل ما نطلع كان فيه براسة صورتين صورة الخلق من صفر التكوين وصورة جبل موسى عندما كان يتلقى الوصايا العشر فحسيت قبل ما نطلع انه هالخبرة هتكون حطة مثل الخلق الجديد للكنيسة ومثل هالكلمات يلي عم نخدهم ككلمات اليوم لقلنا من وصية ربنا كلمات جديدة عم بتجددنا بوصية جديدة فمن هون كانت فكرة الخيمة الخيمة هي كانت اول شي هي الموضوع طبع السينودوس والسعي ارجاء خيمتك مثل ما كنا عم نقول نعم ماريز ماريز بعدك معنا نقطع الخط رح نرجع نعود الاتصال مع ماريز صغبيني تنكون كمان عم نضوي ونعيد ونذكر ونكون هيك عم نقرأ من الناحية الروحية هل اللقاء السينودوسي اللي صار السير معا ديما بالشركة والمحبة والشراكة والرسالة لنقدر نكون اليوم شهود وعايشين مسيحيتنا بعمقة وعام نبشر بإلهنا إله المحبة إله المغفرة والرحمة والتسامح بزمن كمان مقدس هذا الصوم الاربعين اللي قطعنا تقريبا النص ومكملين صوب أسبوع الألام لنمشي مع الرب درب الجلجلة ونوصل لمجد القيامة هيدا رجينا وهيدا إيماننا الكبير مسيحنا قائم من بين الأموات ونحنا اليوم هيدا اللي بنترجي نكون على نفس الدرب ونكمل حياتنا رجعنا نحنا وياكي مريز ايه بعتذر ما بعف شو صار لأنه دايما بالإنترنت في مشكل ما بعف وين كنتوا معي وين وصلنا عم نرجع هيك نتذكر ونعيد القراءة ونحكي عن الخيمة واسعي أرجاء خيمتك نعم كنت عم بحكي أنه الخيمة رمزيتها هي المكان الذي نلتقي فيه الله مشان هيك هالموضوع هو موضوع السينودوس ومن قلب الخيمة كنا حبين أنه كل يوم يكون نعم ترفقنا كلمة من كلمة الله وهذا كان المحور يلي كنا عم نعيشه بخمسة أيام عشناه تقريبا مئة وخمسين شخص كانوا ملتقيين سوا ببيت عانيا من سبع كنائس من حركات مختلفة وهذا شيء كان تحدي كبير لأينا من الأساس كيف نجمع كل هؤلاء الأشخاص يلي ما بيعفوا بعضهم يجيين من بلاد مختلفة تحت خيمة واحدة باسم المسيح ولكن المسيح بحضوره هو الذي يجمعونا كان عم بيعطينا كل يوم من هالنعمة يلي مثل ما قلت مثل عجب الموسى عم بيعطينا كلمة ترفقنا بكل نهارنا فصرنا معه من أول نهار أصغينا لكلمته تاني نهار ميزنا على ضوء كلمته تالت نهار ورابع نهار كنا عم نعيش الشركة والمشاركة لأن نتذكر الشركة بالمحبة أكيد من خلال علاقتنا بالسلوس الأقدس ولكن أكتر كمان شركة بخدمتنا بقلب الكنيسة كل واحد حسب المواهب يلي ربنا عطيها لحتى نكون عم نحمل سوا مسؤوليتنا بالكنيسة لأن الكنيسة منا بس الكهنة منا بس المطار منا بس البطار وأن كلنا لأنه هيدا هو الهدف كانت باع السينودوس كيف نكون أكثر كنيسة سينودوسية أي كل واحد معمد كيف بيلاقي محله بقلبها الكنيسة لحتى ننطل إلى الرسالة سوا ونحمل البشارة سوا حسب مواهب كل شخص مننا من خلال المواهب العطية هاربنا من خلال معموديته فكان هيدا هو تقريبا إذا بتحب الموضوع كله اللي رفقنا من أول نهار لآخر نهار نعم بدي ركز على المرأة العلمانية اليوم وبدي أحكي عنك كمرأة بقلب الكنيسة مرأة فاعلة استاذة ليهود بجامعة القديس يوسف وأيضا بتحاضري بالعديد من الأماكن قديش هيدا الشغلة اليوم عم تعزز دور المرأة وعم تفتح لها مجال تكون مشاركة فعليا نعم أكيد هيدا الشيء أول شيء أنا يعني بحملوك رسالة رسالة معموديته بقلب الكنيسة وبحملوك خادمة للكلمة يعني بحب سمي حالي خادمة كالكلمة لأن الكلمة ترافقوني من أنا وصغيرة يمكن وحملتني وحملتها وبذات الوقت بهالعلاقة يلي أنا بعيشها بالكلمة من الواحدة بتنطلق بالمكان يلي بكون فيه إن كان بالأبرشية إن كان بالجامعة إن كان بالمريفقة الروحية فأنا بحب ابني حياتي على الكلمة لأن الكلمة هي الأساس والأساس لحتى تبنينا نحن أول شيء كأشخاص وبعدنا نحملها برسلتنا فدور المرأة اليوم عم بيكون كمان دور فعال والبفتكر الكنيسة اليوم ترجع تفكر بهالدور والمرأة هي عم توع على دورة بقلب الكنيسة لأنه نحن يمكن ما مننطر بس إنه الأشخاص التانين يكونوا عم يفكروا بدور المرأة ولكن هي أول شيء توع على دورة وتعرف إنه هي كمريم عهاية حاملة الكلمة أول وحدة هي تحمل هذه الكلمة وتعطيها للعالم فقد ما تكون هي وعية هالدور قد ما هالدور لح ينعطل إلا بالكنيسة نعم وفيني أقول إنه كان أول سمرة لقلي من وراء السينودوس وهيدا الشيء بحب هيك يشيركو على الهوى مع حضرتك اليوم إنه الكنيسة المارونية بدير مارانتونيوس ببيروت بالسوديكو بعثت وراي لحتى تكون عن بوعز كأمرأة علمانية بقلب الكنيسة بهالمرحلة من الصوم عند ثلاث مراحل وعز بقلب الكنيسة بجماعة المرسلين الجماعة المارونية اللبنانية اللي هي طلبت مني هيدا الشيء بشكل خاص من قبل أبونا كلود ندرة وأنا بحبه جهله تحية اليوم لأنه هيدا تحدي كبير هيدا أول مرة يمكن بجماعة المرسلينة عم يطلبوا من مرأة توعز بقلب الكنيسة فأكيد هيدا الشيء أول شيء بيشجع إنه كل شخص كل شخص علماني يرجع يلاقي دوره بالكنيسة مش بس المرأة وإنما شبيبة وإنما كل الأشخاص لحتى تنطلق مع كل الأشخاص وتستفيد من المواهب اللي معطات من قبل الروح الكدس لكل شخص حسب موهبته الخاصة نعم هنا كمرأة بدي ركز على هيدا الموضوع كمرأة علمانية داخل الكنيسة وعم توعز حضرتك من كنيسة روم الملكيين وعم توعز بالكنيسة المارونية لا أنا من الكنيسة المارونية عم بشتغل بالأبرشية مع روم الكاتوليك أنا بالعاكس نعم أنت من الكنيسة المارونية وعم تشتغل مع روم الملكيين وهلأ عندك وعز بالكنيسة المارونية لجماعة جماعة رهبنية جماعة رهبنية نعم نعم لي جماعة رهبنية ولكن هي رعية رعية نعم بالأشخاص قدي اليوم فعلا مثل ما ذكرت مريز عم ينفسح مجال وعم ينترك هيك بواب مفتوحة للمرأة تدخل إذا هي عرفت حالها ويمتها وقدرت طاقتها ومواهبة هل المجتمع الزكوري اليوم إذا بدنا نفكر عم يقدر يخليها تفوت لهذه الأماكن نعم بفتكر يمكن بالأول بيكون في شوية تردد ولكن بس يشوفوا المرأة ويشوفوا طاقتها ويشوفوا الكلمة اللي هي حملتها اللي هي كلمة تتعدى حتى فكر الرجل والمرأة سوا لأنه كلمة الله هي الجامعة بالآخر بفتكر أنه هذا الشيء عم يلمس وعم بيفتح مجالات ونحن بتعرف إنسانيا الأشخاص بفكروا أنه في حدا بيأخذ محلهم ولكن بس يشوفوا أنه في تكامل مش عم بيأخذ محل حدا أو الأشخاص ما عم بيأخذوا محل الأخرين كل واحد بمكانته برسالته بخدمته المميزة هو عم بيلاقي مكانته لأنه ربنا حاطت بكل شخص منا موهب خاصة فيه ما حدا تاني بيقدر يكون محله مواهب الكنيسة رح تنقص للكنيسة فقدمم نكون وعيين لهالدور أنه كلنا عم نتشارك لحتى نغني الكنيسة وتغنى الكنيسة فينا حتى يغنى المجتمع بكل المواهب اللي موجودة بيكون هيدا الشيء بعد عم بيكون أحسن وأحسن أنا بحب أقول أنه صحيح أنه بنتمع للكنيسة المارونية بخدم بالأبرشية الملكية لأنه كنيسة المسيح واحد ومشان هيك ما بحب أنه أصم حسب الطواقف ولكن هالرسالة مفتوحة للكنيسة أجمع لأنه كنيسة المسيح هي كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وما في شيء بيقدر يوقفنا أنه نحمل هالكلمة لو وين ما كنا وبيقول كمان أنه مش بس بلبنان أعطيت لقلي الفرصة عم بيجينا ندقات اليوم ورا السينودوس حتى بالشرق يعني لروح حى سوريا على الكهنة روح على الأردن على الأراضي المقدسة روح على مصر حتى وصلني دعوات من وراها السينودوس حسيت أنه صار فيه انفتاح حتى الكنيسة على بعضهم يختم من مواهب بعضهم يشوفوا أنه بمحلات معينة نحن ماش بس بدنا نطلع بس بطيفتنا أو بكنيستنا المحلية ولكن الكنيسة أبعد منا حتى أبعد منا أنه رسالة المسيح هي للجميع هاي دي الروح المسكنية اللي كلنا عم نصع بحياتنا اليوم وقديش ويعين لو فهمنينا فعلا من خلال هيك مجامع وهيك لقاءات يمكن روحية بتخلي الإنسان منفتح أكتر وقادر يعرف الآخر لأن احنا مريت الجهل بيخوفنا إذا ما بنعرف الناس بنخاف منهم ونبعد عنهم صحيح وهيدا شي كان السمر كمان يلي بقدر قولوا من خلالها السينودوس جينا ما بنعرف بعض طلعنا كأنه عايشين بجماعة وحدة الكنيسة صارت كنيسة وحدة كنا سبع كنيس ولكن طلعنا بكنيسة وحدة طلعنا بكلمة وحدة طلعنا برسالة وحدة طلعنا ببركة وحدة لأنه بتذكر بما أنه عم نتذكر آخر لحظة كانت بالسينودوس هو من قبل إرسال الجماعة يلي أخدناه من قبل سبعة بطاركي يلي كانوا قدام المسبح عم يرسلونا كلنا من الكنيسة المختلفة لحتى نكون عم نحمل رسالة وحدة وهيدا الشي كان رائع أنا برجع بقلك عيشنا خبرة فيني أقول العنصرة بهيدا المحل وبعدنا لليوم منعيش منه وبفتكر رح يكمل معنا كل مرة منتذكر لحتى نرجع ننطلق من أول وجديد بهاللحظة لحظة ما فيني ما فيني عبر عننا بالكلمات رحظة الالتحام الكلي يمكن فيني أقول بهالنعم الإلهية للي كانت جمعتنا وإيه صار فيه بياناتنا مثل ما بيقوله خبز ومرح ولكن صار فيه بياناتنا كلمة الله وإما أنه في بياناتنا كلمة الله هيدا الشي ما بقى بيوقفنا صارنا نعرف بعضنا من خلال الكلمة فأيا معرفة أكبر من هيك بدأت تكون بالعكس صار عنا سئة كبيرة ببعض لأنه سئتنا جاية من سئة الروح اللي يشتغل بكل واحد منا هيدا بقوة الروح القدس وبنعمة منه أكيد هيدا الشي بيصير اليوم إذا فتحنا قلبنا على النعمة أنا بدي أشكرك ماريسة غبيني على حضورك معي لليوم وإتمنالي كل التوفيق وإن شاء الله إلى لقاءات جاية إذا الله راد نضوي على مواضيع مختلفة أنا بشكرك شكرا الله معك شكرا شكرا ماريسة غبيني على حضورك معنا أستاذة الليهود بجامعة القديس يوسف فاصل أحبئنا ومنتبع نحن ويديكن من بعد وبقية الفقرات